بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في بيزيك نيوناتولوجي تين منتز ليكتشار نوتز. اه هنتكلم النهاردة على موضوع من الموضوعات اللي ابلايد ومهمة ومقرارة كتير قوي. اللي هو موضوع النيونيتل نوتريشن. وعلى وجه الخصوص هنتكلم النهاردة على انترال فيدينج. لان احنا في النيونيتل نوتريشن هنتكلم على تلات موضوعات. انترال فيدينج. برانترال فيدينج او نوتريشن. اند بريست فيدينج. ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ مصر واهلها طيبين من كل مكروه وسوء. تعالوا بينا نشوف النهاردة. هنتكلم عن ايه? اندي تيلز. عايزكم تبقى سوعة ده مبسوطين زي ما الطفل ده مبسوط وسعيد. ربنا يسعدكم جميعا ويحفظكم جميعا. هنتكلم النهاردة انترال فيدينج. اه ريكمنديشن. على بركة الله نبدأ. طفل ده بيرضع وهابيه في وانترال فيدينج او سعيد. ايه الانترال فيدينج؟ ايه تعرف الانترال فيدينج؟ انترال فيدينج يسفيد از بروفايدنج نوترين ديستلتو ديورال كابتين. يعني عن طريق الورال انتاك وديستل ليبقى سواء غاستريك ترانزبالورك او عن طريق الغاستراتومي تيوب. انفنت ار بورنوز لمتد نوترينت ريزيروس. اماتيور متابوليك باسويز اند انكريز نيوترينت ديمانز. كنا زمان ناخر الانترال فيدينج ونقول استنى شوية حسن العين عنده اقدومنا ديستنشان حسن عنده ديسترس عنده مش عارف ده ايه. فالحقيقة يعني في البرتكول الجديد ايرلي اند اجريسيف نيوترينشن الانترال فيدينج وانقول اللي هو الادفانتيجيس ولو ولي مميزات. ترم انفنت will normally have sufficient glycogen and the fat stores to meet energy requirement during relative starvation of the first day after birth. انما البرتيرم الحقيقة ما عندوش اللي عنده ولا عنده fat stores. ولذلك العملية بتفرق كتير جدا في الفيرنج ما بين البرتيرم والترم انفنت. ترم انفنت ترم بعض نصف ساعة وبعد الساعة نبدأ الفيرنج. طالما العين ستيبل وهلسي. ممكن نبدأ بدل الاوروفيرنجال او نيزوفيرنجال او الاورال. اقصد مبادل الاورال فيدينج ممكن نستخدم اوروفيرنجال او نيزوفيرنجال جفاج فيدينج. اركب له تيوب ونبدأ الفيرنج لهو سيك او بال. ازا سيف انشيشن اوف انترال فيدز بيجان وز انترودكشن اوف سمول اماونت او اكسيبريست بريست ميلك. من عشر الى عشرين ميلي بر كي جي بر داي. وانا واحنا بنيدي حوالي مسلا عشر رضعات ولا حاجة. كل اه ساعتين كل تلات ساعات او كل ساعتين ممكن ندي وان ميل بير اه بير فيد. بريتيرم انفنت انترال فينجوز هيومان ميلك شود بي انشييت اسون از كلينيكالي بوسبل ايجا لوزين تونتي فور توفورتي ايطار. يعني من يوم ليومين واحنا بيقولوا من يومين لتلات اه اه ايام. طيب. الهدف بتاعنا من من الفيرنج ساعت انترال فيدنج بنحاول نحققه من خلال التلات حاجات او حاجات مهمة كده. زي الويت نشوف الويت من عشر عشرين جرام بير كي جي بير دي. ويت جين. اللينس وان سانتيمتر بير ويك اللينس. اه اه او بوينت فايف تو وان سانتيمتر بير ويك سين هسر كونفرنس. كل المجرمينت دي ار يوز فور اسسين جروس ان دي نوترنت ركوارمنس. احنا ماشيين صحة في النوتريشن ولا في اه خطأ اما. كل الامهات عايزين ولادهم يبقى بالشكل ده. انما مش هو ده الجول ولا هو الطرج بتاعنا. عمر ما كان الطرج بتاعنا نبقى اولادنا اوبيس كده. انما الامهات بالعاطفة عايزين اولادهم مقلبسين وشكلهم جميع زي الطفل ده كده. تعالوا نشوف نشوف النيوترنت او الحاجة طبعا الفلويتز زي ما البيبي دامازك الازازة كده او القرورة دي اتوايز يشرب. فلويت زي انشال ستيب ان نوتريشنال سبورت استو دوترمين زي انفانت ان انفانت فلويد ريكوارمنت. which is dependent on الفلويد ريكوارمنت هتعتمد على تلات حاجات. يا شباب هتعتمد على الجستيشنال ايج. لان البريتيرملو فلويد ريكوارمنت مختلف عن التيرم انفانت. البوست نيتل ايج احنا في اليوم الاول ولا التاني ولا التالت ولا الرابع. احنا في جو اه بارد ولا جو اه حار. ادي كود فلويد انتيج اسنشال فورت. طب وهي الفلويدز جمان مهم علشان او فيوريناري اه يوريا الاكترولايتس اند فوسفيت. فلويد انتيج انترم انفانت از يجول بيجان اد سكستي سيفنتي مليليتر بير كي جي ان دي وان. وبعدين نزود حد منصر الامية المية وعشرين مليليتر بير كي جي بردي في اليوم التاني والتالت. يبقى انا هل قلت بابدأ في الفول تيرم بستين لسبعين ملي. في البريترم هبدأ من سبعين لثمانين ملي بير كي جي on D1 and advantage gradual to 150 مليليتر بير كي جي بردي. لحد ما اصر لمية وكمسين. انما يبقى ازم في فرق في البريترم بابدأ باسبعين لثمانين. في الفول تيرم بابدأ من ستين لسبعين مليلي لتر. بير كي جي بيردي في اه بالنسبة لي فيويدز. الجزء التاني اللي هو هالك انرجي هندي انرجي ايه بقى اللي مطلوبة يعني في جو معقول درجة حرارة تتناسب معا عشان بس يبقى محتاج من اربعين لستين كيلو لو انا باعز النمو الجروس والزيادة يبقى احتاج كيلوز اكتر وهصل في الاخر الى انه ممكن احتاج الى مية وعشر مية وثلاثين كيلو كيلو وده توزيع الانرجي اللي احنا بنكتسبها او بياخدها البيبي وده من الافري نيوناتولوجي 2019 لو انا في انترا لفيد انفنت محتاج حوالي مية لمية وثلاثين كالوري بركيجي بردي اه بركيجي بردي في لو انا انترا فينس فيد انفنت بحتاج من كمسة وتمانين لخمسة وتسعين اه كالوري اه بركيجي بردي كيلو كالوري الفرق طبعا ما بين الانترا فينس فيد يعني الانترا فينس فيد يعني الانترا فينس فيد مثلا هو محتاج فيه كلوس انرجي عايز عشرة مثلا كيلو كالوري هنا فيه كلوس انرجي عم بزيره مش محتاج وذلك الانترا فينس فيد انفنت محتاج fils aقال شوية من الانتر الفيد انفنت لو في هنا اكتيفتي ممكن يحتاج هنا اكتيفتي الخمستاشر كالوري اللي هنا إنما هنا عيان انترا فينا سفيد غالبا ما فيش عنده اكتيفتي فمحتاج اقل شوية من ناحية الكالوريز من ناحية الانرجي ستوريج في الانتري الانتر الفيدنج بيبقى من خمسة وعشرين لخمسة وعشرين كالوري عشان الجروس هنا ممكن يحتاج خمسة وعشرين لان الجروس هنا اقل شوية ايرلي انتر الفيدنج ِ إنترال فيدنج العيان ده بياخدَ عن طريق عندنا حاجة اسمانル ايه الليومينار استرفيشن؟ الليومينار استرفيشن ده بيعمل ايه؟ بيعمل ميكوزي لسينج بيعمل وبالتالي هيأصل على الابزوربشن بيعمل بكتيريال وبالتالي بيعمل لامتستان البكتيريا وبدخل عيان في مشاكل الابزوربشن ومشاكل الديستانشن وخلافه ولو امبك طبعا الاممون سيستم اللي بيسموها او تروفيك فيدينج ايه التروفيك فيدينج او او بياخد نص ملي اوان ملي كل تلات ساعات او كل اربع ساعات ده مش كفاية اوي انما ده بيعمل ايه هنقولها زي ما هو بيمنع اليوم من في السلايد الجاية ده ويبقى ممكن يبقى هون ملك او فورمولا فورز انتند بربس بربس او برزيرفاشن حيث انتباد برزيرفاشن بربس مثلا نصف مل كل أربع ساعات البرامج غير الفيدنج العادي دول الحاجات اللي انا ما ابدأش فيهم اللي هما التروفك فيدنج او البرامج او المنمال فيدنج اللي هما السيفير هيمو دينامج انستابلتي او انا ساسبكت او كونفيرم ان اي سي او عندي افدنس او الاس او العيان عنده عايز اقول معلومة ان ماشي تعالوا نشوف الملك اللي احنا هندي للبيبي والفول ترم انفت اما ابدأ الانترال فيلنج في البريترم انفت بندي حاجة اسمها فورتفاد هومن ملك وده يمكن مش قبلاي اللي عندنا هنا في المجتمعات بتاعتنا ربما يكون في اليوروب انت امريكا الفورتفكيشن ده ممكن يكون فورتفكيشن بي اه برضو او ممكن بيكون فورتفكيشن بي اه كوز ملك ده ممكن يستمر في المدة واحدة وعشرين يوم اللي هي الفترة بيبقى لما وجودة فيه قليلة نسبيا بالنسبة ل في بعد كده تاني حاجة تانية لها البريترم فورملا ودي معروفة عندنا في في مصر وفي البلاد العربية الفورتفكيشن زي ما احنا شايفين كده ده لونه يلوش ففيه فورتفكيشن ليه الهومان ملك علشان فيه بيضاف ليه بعض الحاجات زي البروتين والسوديا والكلورايد والماجنزيا البريترم انفانت فيدنج ادفانسمنت انا هعمل ادفانسمنت يعني ازود رضاعة بتاعتي في البريترم ازاي في البريترم ايه اللي بيحصل نستخدم الفول سترينز ندي عشرين كيلو كالوري اه of human milk اوبريترم فورمولا and advanced feeding volume according to the guidelines as internal volumes are increased the rate of any IV fluid is reduced according to that the total daily fluid volume remains the same يبقى انا كل ما ازود الانترال feeding اقلل من ال IV fluids وده tube feeding guidelines ازود الدي كل مشهور ساعة لو انا عندي البيبي اقل من اه كيلو اه الانيشا ريت مثلا عشرة هزود الفولم انكريز اه ميلي لتر بير كي جي افر تولف اور هزود عشرة مثلا لو العيان مثلا من كيلو ونص لكيلو تمنمية ممكن ازود خمستاشر اه ميلي لتر بير كي جي كل اتناشر ساعة لو العيان وصل من اه كيلو تمنمية اتنين كيلو نص ممكن ازود من خمستاشر لعشرين ميلي لتر بير اه كي جي كل اتناشر ساعة معلومة بس يعني يعني كل ما اخد فترة قليلة وصيارة علشان اصل الفولفيد هده بيتر وين جي اه ويد جين دي كريزد كوست ان دي كريزد انسدنس اف ان اي سي يبقى فكرة اللي هو ايرلي اند اجريسيف نيوتريشنال مانجمينت مهم جدا ان احنا نبقى اوريينتل بالفكرة ديت علشان اه احقق الاهداف بتاعتي اللي هي البيتر وين اقل للكوست اقل للانسد الامريكان اكاديم بيجا تريكميند جرونج بري تيرم انفانت تريسيف اصورس اف ايرن بياخد اه بروفايد اتنين لاربعة ميلي جرام بركي جي اه بركي جي برد افتر تويكس اف ايج اه وبرضو بتريكميند ان احنا ندي اه اربعمية انترناشنال يونت برد اف اه فيتامن دي بنبدأ الستارت فيدنج طب بالهومن ميلك وهيبقى اديكوات لي زي ما ان البيتر ممكن يبقى فورتفايد هومن ميلك والفورتفايد سواء بكاو او هومن ميلك اخر او بنيدي فورمولا فور بريتر مينفانت انما عندي في الترم مينفانت هتديله هومن ميلك او هتديله ترم فورمولاس الفيلنج ميسوتس بقى هنتكلم عن الفيلنج ميسوتس فيدنج ميسوتس ممكن تبقى اه اه اورو اه فارنجيال جافاج او نيزوفارنجيال او او راجل ده نيزوفارنجيال ده اوروفارنجيال اكي الورو السكر اوف زا اوروفارنجيال يمكن بيبقى صعب شوية عشان كده معظم الناس بتركبها نيزوفارنجيال سأل تثبيتها سهل شوية وبعدين عندنا الفيلنج ميسوتس دي اما جاستريك يا ترانزبيلوريك عشان احسب الجاستريك دي حزبة ان الجاستريك من النوز لل ايرلوب وبعدين هنا للزيفيت وبعد نص المسافة ما بين الزيفيت وما بين الازيفيت يبقى ده جاستريك انما من لو انا عايز ادير اركب له ترانزبيلوريك تيوب هتبقى من الجلابل للهيل المسافة دي هركب فيها هركب بيها يبقى انا عشان احسب ان انا اركب الجاستريك تيوب هسيبها المسافة تايد هسيبها بالطريقة ديت من النوز للإيرلوب للزيفويد ونص او امتد لحد نص المسافة ما بين الزيفويد والأمبيليكس هنا كده يبقى انا ركبتها جاستريك تيوب لو انا عايز اركبها ترانز بيلوريك تيوب تعدى للسمول انتستن يبقى انا هاجي من الجلابيلة للهيل وإيس المسافة ديت وركب تيوب بهذا اللينس وهي بتعدى على فكرة ما نعمل غالبا هيبقى لان الانتستن ما عندهاش الكباب بلت ان هي حصلها زي الاستومان كده وتعمل كزا الازرفوار للملك الطريقة اللي بعد كده اللي هي تيوب تعالا نشوف بقى كل واحد كده احنا زي ما قلنا كده نسوگاسسترق او ارو ذي في الترانز بيلوريكر اه ترانزشن تومريست اه بوت الفيلين غاستي او جاسプرسة او جاسترسو مي اه اه میشي ناشي النسوغاسسترق او اروغاسسترق او اروغاسسترق فيدنج نسوغاسسترق Saf Teshta اللي احنا قلنا لان التزبيه بتاعها اسهل شوي. يعني ما نعرفش التزبيه تبقى فيه درجة من الصعوبة شوي. انما نسهل شوي. من اللي ندير نركب له نسهل او نبدأ اللي التزبيه اللي هما لو انفين تقل من اربعة وتلاتين اسبوع ايه اللي بيصل عنده الكونيشن اللي هو ما بين السكينج وصوالونج والبريسينج بيبقى مطلقبة شوية فلو انا اقل من 34 اسبوع ممكن نبدأ نيزو جاستريك او أورو جاستريك في دينج ماشي از موسط دونت ييت هافزه ابليتو كوردينيات سك سواله بريس اه باتردس انفنتو از امبير سك سواله كوردينيشن نتيجة انه هو عنده انكفالوباسي او عنده هايبوتونيا او عنده مجزيلري او مجزيلوفيشيال ابنورماليس يبقى عندي لو انا اقل من 34 اسبوع ابدأ نيزو جاستريك او اورو جاستريك في دينج او لو انا البيب عنده انفنتو في السكو سوالوينج زي نتيجة الانكفالوباسي او الهايبوتونيا او المجزيلوفيشيال ابنورماليس ندي بولاس او ندي كونتينواس يعني مفيش فروق كتيرة او يعني مش الاحدث вопросы هو ده ان احنا ماشيين به اللي هو البولاس فيدي او ده او بالموعد وهو في الدقيه ساعدني الانس Sacramento عن طريق السيريج لمدة تلاتين للمئة وعشرين انبدأ ما بدي في خلال تل ساعة او روبع ساعة هديهم في خلال تلاتين لمئة وعشرين من ت подарه التلعق transbioloric feeding زي ما احنا كنا جبنا التوب والركابة ازاي واللنسي بتاعه لو indication there are only few indications for transbioloric feeding infant intolerant to nasogastric او اوروغastric feeding او infant at increased risk of aspiration او severe gastric retention or regurgitation او anatomic abnormalities of the GIT tract such as micro gastria other consideration transbioloric feeding should be delivered continuous زي ما قلنا ان الانتستان مش distantable زي الستمك as a small intestine does not have the same capacity for expansion as does the stomach there is an increased risk for fat malabsorption as lingual and gastric lipase secretions are bypassed وبالتالع عنده ممكن حصله fat malabsorption these tubes are routinely pleased under guided photorescope الفيدينج ميسود اللي بعد كده اللي هي ازاي ننقل من transition to breast او bottle feeding لو انا عيان لو infant who are approximately 33 to 34 weeks gestation who have coordinated suck swallowed breast pattern and respiratory rate اقل من 60 are appropriate candidate for introducing breast bottle feeding انقل من يعني من الجفاج او 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 بريست او بوطل فيدنج الجستراتومي او جستراتومي فيدنج الاندكيشن infant with neurological impairment and or this who have unable to take sufficient volume through breast bottle feeding to maintain adequate gross and hydration status في بعض ال special considerations زي حالات ال reflux او حالات ال او حالات ال او حالات البرونكوبارمدر هي طرق الفيدينج هي بقى ازاي في الحالات ديت الجستراتومي في ال reflux عندي مشاكل ال reflux احل لها بطرق متعددة ابدأ بالtemporary reduction and the feeling volume اعمل لنسنج the duration of the feeds او feeling يبقى انا هعمل حاجتين اول حاجة ان انا اعمل reduction to the feeling volume الحاجة التانية اعمل lengthening to the duration of the feeling احيانا بنحتاج بالشالات المختلفة اه احنا عارفين اللي هي المختلفة ال ER اللي بنستخدمها اللي بعد كده positioning reposition the infant to elevate the head and the upper body as a brown or right side down position in either brown or right side down position اه ممكن ندي اه ميتوكولوغرامياد اه infant who remain clinically compromised for gastrointestinal reflux after positioning and feeding interval changes can have straboidal trial of metوكولوغرامياد الحالات ال NEC بنيدي parental nutrition على الاقل ازباين يا شباب حالات ال NEC يعني انا suspect ووقف طبعا ال internal feeding انما نكون فرمت خلاص انا بدي parental nutrition لمدة minimum ازباين after the initial diagnosis of NEC the patient is kept nothing by mouth and receive total parental nutrition initiation of feeding if the patient is clinical stable after minimum two weeks minimum two weeks of bowel rest feeds are generally introduced at approximately 10-20 ml per kg per day are tolerated for 24-48 hours gradual advancement is continued at approximately 10 ml per kg every 12-24 hours for the next 2-3 days البرونكو بالمنار الفكرة اللي فيها بس ان احنا بنعمل و بنزود ماشي يبقى الحياة البرونكو بالمنار dysblasia هنعمل ايه لان احنا هعندنا بنقلل في حالات البرونكو بالمنار فالتوتر مية وخمسين ميلي بر كي جي بر دي تو مية واربعين ميلي بر كي جي بر دي ونزود الكالوريك الكونتر كلمة أورال فيدس كلمة أورال فيدس ما قصدش بيها اللي هو لان انا ممكن ما ديش أورال فيدس سواء نيزو جاستريك او أورو جاستريك أورال فيدس ممكن ما ديش انما ادي عن طريق الجاستريك سواء هو نيزو جاستريك او أورو جاستريك يبقى الأورال فيدس are contraindicated in infant with risk of for aspiration such as intubated patient and tachypnea respiratoried اكتر من سبعين احنا كنا زي ما نقول اكتر من ستين في بعض الوداء وده السورس هنا المانيول جملة ان ال respiratoried اكتر من سبعين ما نديش الأورال فيدس انما ندي ممكن ندي الجفاج فيدس Neurological Injury and infant with bilious abdonald distensure or excessive oral secretion جفاج فيدس may be used instant اوكي يا شباب اه في نهاية اللقاء انا بشكركم اه اتمنى لكم التوفيق وهي محاضرة يعني موضوعها simple ان شاء الله المحاضرة الجاية تبقى محاضرة البرينترا نيوتريشن هيبقى فيها انتكلم بعمقه شوية لان ده موضوع من الموضوعات المهمة جدا اللي بتوقعنا في النيوتريجي شكرا لكم وربنا وفقكم وحفظكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله